مرسي لكل اللي عم بيشاركونا اليوم نحن هدي الجلسة من ضمن عدة مواضيع من قدمها لمجتمع التروما هيلينج شفاء من جروح الصدمات وطبعا هي مفتوحة لكل الأشخاص يقدروا يكونوا عم بيشاركو معنا ويستفيدوا منا بجمعية الكتاب المؤدسة مركز هيلينج دا مايند ان سبريت شفاء العقل والروح من ضمن برامج هالمركز هن كل برامج التروما هيلينج اللي بتتقدم للأشخاص بيشتغلوا مع الاتوار مع البالغين مع المراهقين ومع الأولاد هالبرامج هن مبنيين على تعاليم الكتاب المقدس والتقانيات علم النفس فبالإضافة لهالبرامج التدريب اللي نحن بنكون عم نقدمه منقدم هال المحاضرات لتكون دعم للخدمة للأشخاص بيكونوا عم بيقوموا فيها إن كان بالمدرسة إن كان بيكنيسهم أو بمجتمعاتهم موضوعنا اليوم منه موضوع جديد طبعا الكل يمكن بعاني بمجتمعه بقلب بيته صايرة يمكن مع ولاده من التنمر فنحن حبينا نكون عم نضوي على هذا الموضوع اليوم ونقدر نكون عم نعالجهم من الناحية علم النفس وطبعا نشوف الكتاب المقدس كمان كيف ضوالنا على التنمر وكيف فينا نكون عم نستفيد من كل القصص بالمواضيع اللي حكينا فيها يسوع المسيح كرمال نقدر نكفي هالمشوار ونساعد أولادنا والمراهقين رح تكون عم بتقدمنا المحاضرة اليوم زميلتي بجمعية الكتاب المقدس ريتا زخور ريتا اختصاصة علم نفس علم نفس التربوي وهي بالجمعية مسؤولة عن كل برامج المحو الأمية وشفاء من جروح الصدمات عند الأولاد والمراهقين جلستنا اليوم رح تكون مدتها تقريبا ساعة ونص بختام الجلسة رح نفتح أكيد مجال للأسلة فلا كل الأشخاص اللي حابين يكون عندهم أي سؤال أو استفسار بلاز نخلي للآخر أوكي تانكيو وريتا رح نبليش معك مساء الخير جميعا رح أبلج بشير سكرين واطحة السكرين كبرت عندكم مايا شايفينا مش فلسكرين شايفين الباور بوينت كله بردك تحت شايفينا مش فلسكرين شايفين الباور بوينت كله بس موضوع كتير مهم خصوصي أنه هلأ أولادنا ريجعوا فاتو على المدارة رجعنا على نفس المشاكل مهم نرجع نذكر بعد كم فكرة كلمة نعرف كيف نعرف كيف نكون بنا عملة عمل مع الموضوع وخصوصي أنه بالمجتمع عنا كتير جمال مثل ما عليه ما هن أولاد منشوف تنين عم بيتخينقوا ما عليه هن أولاد منشوف تنين عم بيتمسخروا بعد ما عليه هن أولاد ومنضل إحقينهم أنه تعوه قولوا بردون لبعض قولوا سوري بوصوا بعض وبنجرب نحلها بهالطريقة بس الموضوع شوي أكبر من هيك لأن بين الدراسات أنه بلشت الأولاد تنتحر من ورا موضوع التنمر مثل هيك خلينا نشوف اليوم جدوى للأعمال عن شو رح نكون عم نحكي وعندي مشكلة بالسلايد شو أنا ما عم بقدر أتحكم فيه من برا نعتذر غولة لمشاكل الإنترنت نحن عم نقدر نشوف هلأ لكن رح نبالج جلستنا نحكي شو الفريق بين المزح الإغاظة إذا فيها إلا إغاظة بترجم المزبوطة الخليف والتنمر لأن هن أربع إشي مختلفين وعادة أكتر شي من ضيع بين الخليف والتنمر ومهم نعرف الفريق لأن لما يكون فيه تنمر ما فينا نكون عن عالجه مثل كأنه هو خليف رح نجح نحكي على المزبوط شي يعني تنمر شو هن أنواعه تنمر من الشق البيبلي رح نكون أكيد عم ناخد شقف صغيرة ما فيها نفوت بكل المواضيع كيفية أعرف أنا إذا ابني عم بيتعرض لتنمر كيفية يكون عم ساعده كيفية أعمل إذا ابني هو الشخص اللي عم بيتنمر على غيره جاهزين؟ ياب وعندي مشكلة إنه كلمة بدي تغير سكلايد ما عم تتغير هي وكبيرة أوكي لن بلش لكن لما نقول مزح هي لما الولاد اتنايناتهم مبسوطين اتنايناتهم عم بيتحكوا لبعض عم بيناكتوا عارفين إنه اتنايناتهم ما عم بيحكوا شي جد يعني هي مسايرة أخدوا عطا من الجهتين الجهتين مبسوطين الجهتين عم بيتسلوا الجهتين عم بيتحكوا لما تصير تيزينج أو إغاظة إذا في يقول هي الدرجة الشوية الأعلى من المزح هو المزح اللي بيبلش مزح ما نقول بس بيرجع بيقلب جد لما يبلش الولاد ينزعج ما بيفهم عليه إنه نزعج فبيكمل بالمسحة وبيقلب على زعل بالآخر بس عادة هيدا بتصير مش شي تكراري بتصير مرة كل فترة يعزيني جهتا عم نمزح ولمسحة صار إغاظة وشخص نزعج أكتر من الثاني بترجع بغالبا بتنحل ومع الولاد كتير بتصير أما لما نقول خلاف الخلاف هو شي جزء كتير مهم وكتير طبيعي بحياتنا إن كنا أولاد أو إن كنا كبار بالنهاية حيالا شخصين عندهم قراء مختلفين عن بعضهم بدهم يجوا يحكوا إذا أنت ما قدرت تفهم فكرتي أنا ما قدرت تفهم فكرتك بركي ما عم نوصل لكومن جراوند ما عم نوصل لحل وسط للي بدنايه بيصير في خلاف وإذا ما كان عنا النضوج أو الأسليب المزبوطة لأنا أقدر عبر عن حالي عبر عن مشاري عبر عن إحتياجاتي بطريقة واضحة وبكلمات واضحة تقلب لنبرة صوت عالية أو لصريخ أو لضرب بعض الأحيان معقول ندخينا وأكيدة في مشاعر ما رح قوي السلبية مشاعر بركي هيك بتكبلنا وتزعجنا لما يصير في هذا الخلاف بس بالإجمال إذا بدنا هيك نتطلع فيها بطريقة إيجابية الخلاف هو اللي بينضجنا هو اللي بيكبرنا لأن بيخلينا نتعرف على الشخص الثاني بطريقة أحسن بفهم إحتياجاتي أكتر بفهم إحتياجات الآخر أكتر بتعلم إقبل شخصيات الآخرين بتعلم أمتي لازم تنازل أمتي ما لازم تنازل كيف بحث حد للآخر وهولي كلهم إشي أسالي بالنائة أو صحية بتخليها نكبر بالعلاقات سوى وهيدا شي كتير طبيعي لأن دايماً في فرصة مخباية بقلبك لخلاف فرصة لأنا أنمو وخلي التاني الشخص قدامي كمان ينمى فهون ما لازم اعتلهم ما لازم اعتلهم لما شوف أنا أولاد عم بيتخانقه لأنه هيدا علامة أنه عم مدوجهم تمام عم بيكبر وعم بيتعلم وبدون يتخانقه مثل ما نح يتخانق كمان مع أشخاص معنا بالشغل مع أشخاص معنا بالكنيسة عادة بهيدا الموقف بيكونوا الشخصين متساويين يعني نحنا إذا متساويين بالحديث متساويين بالحقوق وبالوجبات بهيدا العلاقة سيكون عنا الرغم الجواني أنه أنا بدي صلح حتى بنزوجه مرته أنا بدي صلح اللي نعمل أنا مع بالي ضل بخلاف أنت شوفيك تعملي أنا شوفيك أعمل لها نكبر وهيدا منه تنمر أما التنمر هو لما أنا كون بدي أقذ الشخص وأنا وقاعد له أنا أفوت بتفاصيله أكتر شو هو التنمر تنمر هو سلوك عدواني أنا لما أقول سلوك يعني مش ضروري بس بتضرب يكون بالحكي هلأ منجع منفوت تفاصيل بينطوى على عدم التوزن بين الاثنين فبيصير حدا كأنه أخذ دور الضحية وعادة أخذ دور الشخص الأعلى منه وهو سلوك متكرر بشدد على كلمة متكرر يعني إذا عم بيصير مرة وقاعد صرنا بالإغازة بطلنا بالتنمر وفينا نكون عم نقصمه لأربع أقصام يلي هن الجسد اللفظي العلاق الاجتماعي والإلكتروني اللي قصد البولينج يلي كتير عم نشوفه بأيامنا حاليا يلي رح يصير هلأ كلمة شو رايحكم من صوتي وصعبة شوية ناتم وحاضرة وورا الشاشة ما عم تشوفون ما عم تشوفوني رح قلكن جمال وبضي أطلب منكم بالتشات تكتبوا أنتو برأيكم هيدا الجملة تحت أي خانة بتوقع هل هي فزيكل يعني جسدة أو هي فوربال يعني لفظة أو سوشل يعني علائقة أو سايبر يعني إلكتروني اتفقنا أوكي لنبلش بأول جملة لما أعطي قول كلمات سلبية للآخر أو كنا عم بأزيب التسميات اللي عم بحكي إيها هاي من تحت أي خانة بتكون فوربال اموشنل فوربال 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 لفظة فوربال كلكن اتفقتوا عالفوربال أوكي مية بالمية لننتقل عالتاني هلأ منرجع منحكي عن إذا مش فوربال شو معقولكم أوكي تاني واحدة قصد إنه ما خل الشخص التاني يكون عم يلعب معي فنحنا جروب رفق مصوطين وإنت خليك بر سوشل سوشل اموشنل هلأ في حدا كتير مهضوم عم بيحط اموشنل مع أنو الاموشنل المنو محدود بهو الأربعة بس هذا شي كتير مهم رح نرجع نحكي عنه بعد شوات فمبدائيا الكلمة اتفق على السوشل بيرفت اضرب الشخص التاني فيزيكل كلنا متفقين أوكي هلأ هنه هينين ما نمس عبتكم ياهن بس لنشوف أولادنا لشو معقول يتعرضوا إشي نحنا إيام ما مننتبه لما يكون عم بهدد الشخص سايبر أكيد فكل شيء أونلاين كل شيء إلكتروني منقل له سايبر مية بالمية لما أطلع ب ب شو بيقولو رومرز خبر خبار بش عشائعات عن الشخص التاني تكون مانا مزبوطة احمل هالخبرية ودير فتاة المدرسة قعد خبر عنها مزبوط هلا بتكون سايبر عم تحطه سايبر بتكون سايبر أنا أونلاين على الإنترنت عم بطلع إشعاعات عليه بس إذا ما كان على الإنترنت معقول تكون لأنه عم بحكة للشخص والسوشل لأنه عم بنزع له أحواله الاجتماعية لهاية الشخص مية بالمية إخد غراض تقسل له غراضه تقسل له ممتلكاته فيزيكل تمسخر على الشخص التاني يلا قريب نخلي غراضه 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 مية بالمية فيها تثبت غراضه غراضه لأنه معقول إذا أنا عم بتمسخر حمس الحوالي كله اللي تمسخروا عليه ونصير بوت عم لتمسخر على هالشخص المعتر يعني تخيل وشو هالمشاعع اللي عم بيقطع فيها وآخر واحدة نزل صورة أو فيديو عن أونلاين بيكون أما بيقزش فيها الشخص التاني فيها تكون فوتوشوب فيها تكون صورة هو بعتلي إياها أنا إنشرة شهر فيه سايبر أكيد سايبر لأن قلنا كل شي انترنت أونلاين بيكون سايبر سوشل أكيد فيها تأثر على السوشل لأنه الواحد إذا وصلت للصور معقولة كمانا يصيروا يتمسخروا على رفقاتوا 100% Thank you Merci هيك حسيتكن معي بنفس القوضة هلأ مع مشاركتكن هلأ الشي اللي حدا كان عاد يقوله الإيموشن اللي مش موجود هذا الكتير المهم اللي بدنا نحكي عنه لأنه الكتير المهم إن كان فيزيكل إن كان فيربل إن كان سوشل أو إن كان سايبر الشغل الواحد اللي بتجمعهم كلهم هي الإيموشنال كل هولة عب يأسروا على نفسية أولادنا وعب يصيروا بيبين الدراسات إنه شخص بين ثلاث كل أشخاص عب يواجه التنمر و70% من الولاد اللي بيواجه التنمر ما بيحكوا عنا خوف بنردة فعل الأهل بركة أو لأنه ما بيكونوا عارفين إنه هيدا شي كبير وهيدا شي مهم أو بيفكروا إنه هن الغلط هن الضعاف بيصيروا يذنبو حالهم فكل هولي بنا نحكي فيهم هلأ خلال الجل خلينا شوية قبل ما نفوت بعلم النفس نشوف الكتاب المقدس شو بيقلنا لأنه هو البوصل هو البوصلة طبعنا بكل موضوع ونكون عم ناخده ببايبل سوسائيتي هلأ ما رحكون عم بقرأ كل النص رحركز عالفكرة المكتوبة بالأحمر رحبلش رح نكون عم ناخد مقطعين هيدا المقطع من العهد القديم من سفر ساموئيل ونحن نحن نحكي عن يسوع المسيح بالعهد الجديد دونك بسفر ساموئيل إذا بتعرفوا قصة ألكانا فألكانا هو زلمة كان مجوزة لحنة وحنة ما قدرت تجيب لأولاد وبوقتها كان إذا ما بدأت تجيب لأولاد تعرفوا مجتمع ذكوري المرة خاتل مرة مدري شو عاملة لأصصها الله ومتخلها تجيب لأولاد فكان إلهم حق بالقوين إنه يتجوز شخص ثاني لا يقدر أولاد فألكانا تجوز شخص مفنن ما إنا أكيد إذا عامبول صاح صعب النون والنون مع التحريق إذا حدا بيعرف شي الميكرو ويصلح لك مرة ثانية جبت لأولاد وكانوا كل فترة يطلعوا كل سنة كل سنة يطلعوا يقدموا الزبيحة على الله ويأخذوا قسم من هيد الزبيحة يجعوا يعطوها للنسوين ونسوين يعطوهم لأولادهم فكانت حنة تأخذ حصتها يلي هي الأقلية لأن ما عندها أولاد ومرتها الثانية فنة تأخذ حصتها الثانية يلي كان عبا يصير وهون صدت المحل المحل بالأحمر كانت فننة ضرتها يعني تغضبها وتهينها بسبب ذلك بسبب ذلك أنا ما كانت تجيبوا لي وهكذا كان يحدث كل سنة عند صعودهم إلى بيت الرب فكانت فنن ما بقى رحول الاسم تغضبها فتبكي حنة ولا تأكل فقال لها القانا يلي هو جوزة يا حنة لماذا تبكين ولا تأكلين ولماذا يكتئب قلبك أما أنا خير لك من عشرة بني فكانت حنة كتير مقهورة ترجع تروح وتصلي ووقفت أمام الرب تصلي وهون بصفولنا كنت عم تصلي بمرارة وعم تبكي ومن كل قلبها أنه خلاص يا ربي وينك تركني أنا بدي ولد أنا بقدر أتحمل كل هالإهانات اللي عم بيخدهم من الضرة تبعي لحد ما بيشوف أحدها من الكنيسة وبيفكرها هي سكرانة عقدمة عبتعبر بكل جسدها ووجها بتقوله أنا من سكرانة أنا عم صلي هيدا كترة أهرق هيك مبين فيي وبتخلص وانت في طريقها وأكلت وزال الحزن عن وجهها بعد ما كانت صلي تب في كذا فكرة هون بديكون عم بعلق عليهم أول شي قون التنمر واضح تنمر واضح لأنه إلا كل سنة فيه تكرار يعني كل سنة كل ما يروحوا يقدموا هالذبيحة بتجي درّتها وبتدويلة عشون عم بتدويلة عم بتدويلة عم بتدويلة عم بتدويلة عم بتدويلة عن نقطة ضعفة أنت ما بتجيب أولاد كل سنة بتتذكرك أنه ما بتجيب أولاد مدرش وعام لألا الله لأن ما عم بتدويلة يعني تخيله ماللا ما وقف عم بتدويلة وعم بتدويلة يعني في حال شي نهار حن نرتاحت مع حالة ونصف موضوع لأولاد عم ترجع هي تجي تذكرها هده روح بكي عم بتغيزها وهالتكرار وهالتدويلة عن نقطة الضعف هيدا بأكد أنه هي عندها مخططة مسبقا أنه أنا بدي كون عم بأزية أنا بعرف هيدا الموضوع بأزية هيدا بأعرف أنه موضوع نقطة الضعفة بدي ضل عم زعلة فيه فشو بيصير مع حنة بتوقف أكل وبتزعل وهيدا هدف هيدا هدفه بيكون عم يتنمر على الشخص الثاني هدفه يعزله أنا بدي ضل غيزك بدي ضل زعلك بدي ضل هتك وأنا رح أمبسط لما شوفك عم تتجاوب معي لما تفرجيني هالقدة أنك زعيني أنا عم بربح أنا عم بقدر أوصل لغاية طب تنعزل هون حنة لفتك كمانة هو جوزة جوزة لحنة لأنه أول شيء انت بهلا وهلأ بدنا نحكي عن أهمية كيف نحنا ننتبه لأولادنا كمان وسأله سأله لها عم تبكي ما قاعد يقدر لها عم تبكي مش تركة أنه بركة عم تبكي لأنه ضررتها عم تعمل هيك أو تعبانة عم تبكي فانت بهلا وسأله وبنفس الوقت أتقدر لأنه بيحبها سأله تركها الفسحة لتعبر هي عن مشاعرها لتعبر عن هي شو مضيقة لا يرجع ويقلها أما أنا خير لك أنا عم يشعي ذكرة أنه هو بيحبها هل هو مضيقة بيشي لها عم تبكي فصار في تواصل صار في كمميكاسيون وهلأ رح نحكي كمان كيف كمميكاسيون يجب يصير مع أولادنا واللي لفتنا كمان أكثر هو حنة كيف تعاملت مع الموضوع هلأ منشوف أنا منش كثير دافعت عم بعرف لما نحن أكثر هلتو أنه أخذ كلها على كل كابتة عند الرب وقال ذي حلو كمان نحن بيعم نكون نفرج وليه دا الشي إنه مش بس بالتنمر هلأ إنساء بموضوع عن التنمر إنه شو ما يكون عنا ضعل الصعوبة عم نحن نقوى باللي بيقوينا نحن ما في شي معقول يكسحنا نحن نحن قدرين نكسح كل شي لأن عنا الرب يلي هو دايما موجود معنا كيف ناخد كلها لقلق اللي عنده لأن هو قادر يعطينا الصبر والقوة والحكم اللي عايزين لنتخطى كل شي بس هيدا سيف ذو حدين يعني أنا بدي انتبه كمسيحية أنا وين عم بقول لأولاد بوحوا سلموا كل شي لأله يعني ما تضيفوا عن حالكم هيدا اللي بدنا نشوف لأن كتير في مجتمعنا بسمع هلا بقلكن شو بسمع لما ننتقل عن النص الثاني يلي هو من العهد الجديد يسوع أكيد في كتير أمفي لغير أنا نقيته لأه طيب هون يسوع كمان ما رح أقريه بس بيكون بيجي رئيس الكهنة بيسأله السؤال وبيرد عليه يسوع بيقوم الحيث ما بيعجبه جواب يسوع لما قال يسوع هذا الكلام لما رد عليه لرئيس الكهنة لطمه واحد من الحرس عم بقري لي بالأحمر كان بيجي زاني وقع هكذا رئيس الكهنة منو عيش بو فضربو فأجابه يسوع إن كنت أخطأت في الكلام بولي أي نقطأ وإن كنت أصبت فلماذا تضربني كتير حبيت ردة فعل يسوع لنحكي عن الموضوع لأنه بنسمع إنه منشوف إنه هون يسوع دافع عن حاله ما ضرب ما ردد له الضربة بس دافع عن حاله بكلمات واضحة وصريحة إنه أنا إذا أخطأت قل لي بشو أخطأت وإذا ما أخطأت لي عم تضربني ما قبل معه إنه كان فيه واضح صريح جد بعد المسيحية للأسف نسمعي هيك عم تتداول بمجتمعنا بيقولوا يسوع قالنا نبرم خدنا للشخص بيقزينا هيدا هل برأيكم إنه يسوع بيطلب مننا نبرم خدنا بعتذر على التعبير إنه هل يسوع بده المسيحية يكونوا مهبيل لأنه نحنا مسيحية يتاكل حقنا وننقذى وينضربوا أولادنا وأنا علموا لا أنت بدك تبرم له خدك إذا يسوع قصده هيك وبنفس الوقت يسوع قيلنا إنه حبوا غيركم متل ما بتحبوا حالكم ولما يصير فيه تنمر بعلم النفس بغير من نعري إنه لما يصير فيه تنمر الولد ما بيعود قادر يحب حاله أصلا وبالتالي يبسو فاكتو ما بيعود قادر يحب غيره فإنا إذا ما أنا قادر حل المشكلة إنه أنا عم ببرم خد وعم بضل أكل هالتنمر بالتالي ما رح قادر حب حالي ما رح قادر حب غيري يعني ما ما نحل شي أنا ما بفكر فيها لقد تناقض بكلمات يسوع المسيح فإذا بدأي أخذها بغير طريقة قصة قلبة الوج كيفية كون رح مفسرة أنا من الشئ النفسي ما بعث إذا الخوار نبي يوفقوني هلأ بنسمع التعليقات بالآخر بس وكأنه يسوع بيقلي إنه أنت لما تنقذي وبدأك تدفع عن حالك الدفاع عن النفس بدو يكون مش ردة تفعل بدو يكون قرار رح أعطي المسأل يعني إذا أنا نقذت وأنا عند الإدراء أنه رد الأذب بس بكيم الوعي بيخد قرار حر أنه أنا نقذت بس لأن البوصلة طبعي هي سوع المسيح لأنه البوصلة طبعي هي الحب بكيم الوعي وإراثتي وقراري وحريتي بيبدأي قبل أنه قبره مخد لأنه هيدا لأنا بدي أعمله دونك أنا ما برمت خدهون لأن حدا ضعيف بالعكس هي بدي أكتير قوة أنه أنا أخذ قرار وما تكون ردة فعل روء وقرر أنه بدي أتصرف بهيدا الطريقة فهي قصة الخد أنه أنا بدي أدافع عن حالي مش كردة فعل كقرار ولما أقول دافع عن حالي مش أنا أنتقم أنا ما عم بروح وأقذ أنا ما عم بروح ولأنا عبالي أقذ عم بأز وعم بخبط في فرق بين الأذية والإنتقم وفي فرق بين الأذية والإنتقم هولي كتير مهم نحنا نفهمهم لأننا عارف نوصلهم لأولادنا ولأن نعلم أولادنا أنه نحنا لأننا مسيحية لازم ندافع عن حالنا مش لأننا مسيحية ما بدنا ندافع عن حالنا ونخضع بيصير اسم خضوع وهذا الخضوع بيود مثل ما أنا لقلت الحبي وبالآخر ولسوق الحظ معقول تصير بالآخر نظرة لألا رح تتشوّع لأن هولي بيأسروا على بعض فإن شاء الله نكون تطاقنا لهون لنقلع بالشئ النفس أول شيء كيفية أعرف إنه ابني عم بيتعرض لتنمر هلأ كل شيء عم نقول مش شيء عم نتنمر بس معقول يكون عم بيتعرض لتنمر فأنا هون بيجي دوري كأهل بنقول استخبخ نكون الديتكتف نعمل تحريتنا لنشوف شو الوضع فإذا عم بيرجع الولد تابه مخزاقين أو غراضه مكسرة إذا عم بيرجع كذا مرة مجوح مزراء عم بيعرش نتبع على هالإشياء إذا ما نشوفه عم بينعزل ما عم بيقعد مع رفقاته أو كان عم بيقعد سير عم بيقعد وحده أكتر كان عنده جروب رفق أبطل يقعد مع هيدا اختفه بطله ما عدت عم بيسمع بهو الأسامة بالبيت إذا بشوفه عم بينعزل بطل يقعد مع عائلته قد قبل بطل يقعد مع رفقاته قد قبل إذا عنده خوف يروع على المدرسة أو يفوت على الصف أو ما كنخيف فجأة صار عم بيخاف يعني سير بالسلوكيات وبالمشاعر هون في علامة استفهام لما نشوف إنه بطل عم بيقدر ينضبط دايما ما إنه قدر يمشي بانضباط كأنه هيك في قلق وهالقلق عم بيعبر يعبر هيك بالشغب مثل ما بيقوله ما عم بيقبل يروع عالأكتيبيتي زي يشوف رفقاته هيك ما نشوفه إنه صار فيه خموز اللي يهمه يجبس أو ما إنه قادر يركز في بكة طريقة التعبير بتصير أكتر أجريسيف يعبر بطريقة هيك فيها كيف بده أقولها بالعربة ما بيعود إذري سيطر على مشاعر بيعبر عنهم بطريقة ما عقولي إذا حاله أو الأخر فيها فينا كمين يصير وعراس يصيره بسيكوسوماتيك أعراض جسدية لأن الولد دايما ما يكون حامل التنمر على ظهره بخصوص إذا ما عاب يحكي عنه هو هالأدعى بأثر على نفسيته بدون يبينه شي محل فإذا ما عاب يبينه بالحكة وإذا ما عاب يبينه على دفاع النفس يبينه بيواجع الظهر وبيواجع البطن وبيواجع المعذة إذا صار يحلم شي بشعة ما يقدر ينام يصير في قلق ما يعود له نفس يأكل يبينه يحكي عن الأفكار الانتحارية كله يعني أنا في علامة استفهام لازم بلي شوف شو قصته ابنه شو قصته بنته فأنا شو فيه يكون عم بعمل لما حس إنه ابنه عم بيتعرض لتنمر فيه شغلة هنا هيك البنية لين بحب أقولها إنه ما نقول شو فيه أعمل مع الضحية أو ما نقول البولي البولي نحن مناخدها إنه اللي عم بيتنمر لأن مثلا نحط لما أنا أقول ابنه ضحية وكأنه انت ضحية انت ضحية انت ضحية رح يصدق بالآخر إنه هو شخص إنسان عم بيتعرض للتنمر هيك لنحط هول كلمات وكأنه باللاواعي عم نقل له للولد إنه أنت عم تتعرض للتنمر بس أنت عندك خيار إنه تقدر تروح وطلب مساعدة وبنفس الوقت محل ما أقول البولي أنت شخص عم بيتنمر على الآخرين وكأنه كمان بوصله مساج إنه أنت عندك الخيار إنه ما أتعرض تتنمر على الآخر مش كأنه بتصير هو يعني ضحية هو يعني بولي فأول شغلة كتير مهمة يكون عم بعملها إنه اسمع ولما أقول اسمع ودائما اللي حاضر معنا محاضرات دائما منحكي عن الأهمية إنه السمع هي مسيرة بنعيش مع أولادنا ما تنبنى بنه نهار والتاني مش أنا فجأة إذا إبني بلش يتنمر عليه عوارد إنه حدا عم يتنمر عليه أنا فجأة بدي إسمع رح تنبنى هالعلي فهي مسيرة أنا عم ببنية بس مهم إنه كون كل يوم عم بفتح معه أحاديث عم بيسمع له عم بقعد معه ما يكون هو عيش بمحل في خوف في تهديد وانتبه أنا كل التعبير بيخلو الولد إنه يخاف بيخلو الولد إنه ما يعود يقلنا شو عم يفكر بيترك الإشش إله فننتبه دايما إنه الولد بده شخص قدامه متوازن عاطفيا قوي لا يقدر يحس الولد إنه يخبر لشخص ماكن يقدر يسمع له ويقدر يساعد ليقدر يخوض هالمعركة ويحل مشاكله فكتير مهم يسمع له دايما بطريقة رائعة كتير مهم أسمع بس بتروح عالذات إذا أنا ما رح تواصل وهذا كتير مهم من أهم النوع كيف يكون عم تواصل مع ابنه كتير مهم تواصل معه من خلال الأسئلة من سميها open ended المفتوحة انتبع أسئلتي يعني مش أسأله كان نهارك منيح اليوم رح يقول إيه رح يقول لا بارك يخلص الحديث إذا أبنه مش كتير بيعرف يحكي بارك يخلص الحديث إذا نحنا مش بنين مسير التواصل نحن وي فدايما نجرب نفتح معه جمال يقدر يعبر أكتر مثلا مع مين لعبت اليوم كيف توصخ يابك إذا دايما عم بدي استعمل كيف ما استعمل لا لأن سؤال لا في اتهام لا معقولي خوف كيف أهوان شو ما عايتو لك رفقاتك بالصف شو النكنيمز اللي بيعطوك هون شو بيصير بالمدرسة إذا حدا هيك تمسخر عليه رفقاته لمعلمات شو بيعملو رفقاتك شو بيعملو هيك بقدر كمان شوف جو المدرسة جو لمعلمات كيف عم بيتعاطو بها هيدا الموضوع إذا كنت ولد شو أكبر بالعمر شو الكليك يعني كيف انته بتتقسم وانت مع مين بتقعد رفقاتك يعني عريك ريه مع مين تقعد ناخد ومنعطي معهم بهول الأسئلة المفتوحة لنقدر نبني معهم هالتواصل الشغلة التانية كتير مهم أنه فسر للولد بالكلمات ما اتوقع أنه ابني بيعرف إذا تنمر عليه مفروض يدافع عن حاله مفروض يعرف أنه هذا غلط لا لأنه الولد يحس بالزنب ويفكر أنه حق على ويصير يلعب دور الضحية فأنا بدي كتير واضحة أنه لما حدا يتنمر عليك هذا شي مان مقبول ومش حق عليك لشيل قصة الغلط الزنب عجنان وأنا رح أعمل المستحيل لنقدر أنا وياك نحل هيدا المشكلة هذا شي مان مقبول الشغل الثاني اللي يجب يفسر الفرق بين لما أنا قول أنه أنا حدا يتمر يتنمر علي أو أنا عم ثرثر أو عم فسد لأن الولد يخاف يقول للمعالم لأن بيصير يقول الأسيد أنه الفسيد هو الشخص لما بيلقى تسلوك معي وبيروح بده يشكر في رفيقه لخلي يتقاص أو يمنع الأسيد عند رفيقه عن شي بس أنا لما بده يقول أنه أنا حدا عم يتنمر علي لأنه بده دافع عن حالة فلما بده دافع عن حالة أو بده عن آخر لما في مشكلة بدي حلة هيدا ما اسمه تفسيد هيدا اسمه أنه أنا عب أقول ما حدث معي تفسيد لما أنا مخصن بالموضوع شفت حدا عب يعمل شكرا حتفسدته كرملي يكل عيضا هيدا كتير مهم تكون واضحة بينات إلنا كأهل لنوصل لأولادنا ومش بس لأولادنا كتير مهم للأسيد تكون واضحة لأنه أيام يعبر لي عن خطر ما إذا تراكم مقسات معقول موصل لمقسات عنجد موضوع كتير مهم وكتير منستخف فيه أيام لأن عنجد منشوف بعيادات نقدي في أولاد عب يصير فيه دكا ديبرسيف من وراء الموضوع طيب كتير مهم كمان نحكي نحط بالكلمات إنه إذا صار في حالة تنمر مين الأشخاص بتروح لعندها مين بتوسق بمين بتوسق كمان ما نتوقع إنه الولد لازم يعرف إنه بمين يوسق عصحة السلامة نحكيهم نعدد نحن ويا نرسمهم إذا أولاد صغير سوما الأشخاص اللي بتوسق فيهم نزينا كلنا سوا كعائلة وين المحلات التي تروح تحس حالك وحيد نفسر إذا أنت عادتا عب يصير التنمر وين حد الصف معا بيكون في حدا كبير ليه ما بتجرب تلعب بمحل في كتير ولاد في حدا مسؤول عندكم عبي ناظر لأن عادتا اللي بدو يتنمر ما بيتنمر إذا في شخص كبير أو حدا مسؤول بيلقى الشخص لما يكون وحده عادة لما يكون قدر يدافع عن حاله لما يكون في حدا يدافع عنه فهول كلهم نحكيهم بهالتواصل اللي عم بيصير الشيء اللي كتير مهم كمان هو إنه نقرأ كتب ونحضر فيديو هيدا ليه حطيت تحت التواصل لأن مثل ما دايما منقول الولد أكتر شي بيخلينا نتواصل معه هو اللعب فأنا أقعد أحكي من اليوم لبكرة شي بس أنا أقدر ألعب معه ووصل كل الأفكار اللي بدي وصلها من خلال اللعب ومن خلال قرأة ومن خلال الفيديو شي تاني فأروح على المكتبات في كتير موضية بتحكي عن تنمر ولكل العمر إله كتابه كتير بيساعدنا نفتح لموضية على يوتيوب في كتير فيديو فيها نكون نعم وشي الأهم أنه نحن نكون الميشة الأعلى لأن دايما مثل ما منقول أنه الولد مثل السفنج بيمطس نحن كيف نتطرف ميش منقول أنا في أولا بكرة دل أحكي لأبني دل أحكي لأبنتي بيسوتوا من هون بيداروا من هون مثل ما منقول بس كيف أنا تطرف هذا شي بيدار المغروز بالزكر وبيقلدون أنا ما يكون في أجواء بيتي بأجواء محيطة بعائلة الصغيرة أو بعائلة الكبيرة أو بمحلتنا عم نلعب عم نخيضهم ما يكون في أجواء تنمر ما يكون في أجواء عاية ما يكون في أجواء تمسخر كلمة البين يعني دائما ننتبه نحن بأيا محيط حدثين أولادنا ونحن كيف عم نحكي تنمر كمان مش بس في يكون تمسخر في يكون تمسخر على أفكار يعني ننتبه نحن نقدم أولادنا ما نتمسخر على أفكار دينية ما بتنسبنا أو ما نتمسخر على أفكار ما بتنسبنا دائما نقول أوكي أنت رأيك مختلف عن رأينا كل عائلة عندها قراءة كل فرد عندها قراءة وأنا بحترمك بس هذا شيء ما بينسبنا يعني وصل أنه أنا منق بلان بشو عم بسمع بس ما أتمسخر ما استعمل هيدا لهجة اللي فيها تنمر الشغلة الثالثة اللي كتير مهم نكون عم نعملها مع أولاد ما هي نحط خطة قبل بوقت مش ضروري ننطر للولد يبليش يصير في تنمو لنحط خطة هيدا مافروض نعمل بالمدارس بالعيال كتير مهم أول شي نحط ليستة شو فينا نكون عم الأولاد يردوا عالشخص اللي عم بيتنمر عليهم كتير مهم أنه ما يرد عليهم بالضرب ما يرد عليهم بعدوانية ما يجرب بيجيون من فوق لأنه هيدا الشي بيولع الشغل وبيصير اللي عم بيتنمر على الولد يزيد فمهم يستعمل كلمات قصيرة واضحة فيها لا مبالات أو فيها مزح يعني يا لك شو لابس لك شو ملابسينك لك شو بش على هالأمير ايه شفت شو بسعة بس أمي جبارتني ألبسها مضطر ألبسها أو ايه شفت يعني يا يفوت معهم بالمزح يا يفوت معهم وقف أو أنت عم تتنمر وقف تنمر يكون هالأدية واضح صريح أو أنت عم تزعجني تركني لحالي تكون كمت هيك قصيرة ودايركت دايركت للشخص التاني يلي عم تعملوا منه مهضوم أبدا عم تزعجني فيه يحطهم بكلمات ويواجه بهالطريقة لنتمرن لهو الكلمات بدو يستمرن فينا نتمرن نريون من خلال لعب الأدوار فبلعب الأدوار في أنا كأهل أخذ الشخص اللي عم يتنمر وإلعب هالشي مع أولادة وضل عيدة ضل عيدة ضل عيدة لحس أنه أولادة تمكن قادر يعرف كيف يستعمل هول الكلمات قادر يعرف كيف يعبر عن حاله ويدفع عن حاله ومن هون أهمية الثالث نقطة لفوتها كمانا بلعب الأدوار أنه عزز لغة الجسد لأنه الدراسات بتبين لغة الجسد بتعبر أكتر من ما شو رح نقول اللي عم يتنمر علينا إذا أنا بلغة جسدي مبين أنه أنا عندي ثقة بحالي الشخص الثاني رح يفكر فيها مرتين إذا بيكمل يتنمر أو بيوقف فمن وقت ما يصير عمره الولد ثلاث سنين من وقت ما يصير قادر يفوت على المدرسة أنا بدي علمه أنه لما تكون عم تحكي مع الشخص الثاني تطلع بلون عيونه نفس الشيء لما عم يتنمر عليك تطلع لون عيونه لما عم يتطلع بعيونه رأسه عالي رح يبين أنه عنده ثقة بحاله فهولي كلهم نتمرن عليهم توقف كيف بيكون الكتاف كيف بتكون المشي كيف بتكون نبرة الصوت ما بدا تكون فيها عدوانية بس ما بدا تكون واطية وفيها خجل بدا تكون واضحة to the point درواجة عم بتطلع بالعيون هولي كلهم بأسروا على الشخص الثاني اللي عم بيتنمر وفيها كمان يعلمون يكونوا عم يقولوا للشخص اللي عم بيتنمر هن شو حسين لا حسين هيك وشو بالدنيا يعمل يعني فيه يقولون مثلا انت كتير عم بتعصبني لما عم بتعيدت بهيدا الاسم لأن أنا عندي اسم غيره أنا اسم ريتا وبتوقع منك من يومه طالع تعيدت لريتا فيها أولا هيك أنا عم بتطلع بالعيون بهيدا نبرة الصوت بهيدا الوقف وفيها أولا ما بقتعيت لهايك أنا اسم ريتا عندي اسم ما بقى شو عم بيصير هون أنا عم بقول نفس الشي بس لغة الرسد لكوا قدبتوا تضغي الصوت النظرة قدبتوا فهو كلهم لازم نكونوا عم يتمرن عليهم مع أولادنا والشغل الرابع دايما نذكر نذكرهم بقيمتهم ذاتية يعني نقول له لما انت هالشخص رح يجي يقلك اشي سلبية دايما نتذكر برأسك انت شو الإيجابية اللي فيك وهون حلو كمان بالعائلة نقعد نحكي عن إيجابية كل شخص أول شي منكون عم نعليلهم ساقتهم بحالهم ومنقلهم هول بتكون تستعملون لما حد عم بيقولكم شي سلبية ما تسمعوا الشي سلبية حطوا بلوك وانتوا تذكروا الإشاة الإيجابية اللي احنا بنعرفها عنكم وانتوا بتعرفوها عن حالكم والإشاة الإيجابية ما نركز على المظهر الخارجة أو ما نقول للشخص إنه أنت ذكي يعني إذا ندر للولد مثلاً نشيل الإيجابة تبعك هو أنه أنت ذكي بيصير الولد خايف إنه إذا جيبت علامة مش منيحة يعني أنا مني ذكي بدي انتبه تكون الإشاة مثل أنا كتير معجبة بالوقت اللي عم بتحطه لتدرس أنا كتير معجبة بأسرارك للدرس أنا كتير معجبة بصبرك على الدرس أنا معجبة إنه أنت مقبلت تنام اليوم غير ما تخلص دفوارك يعني تكون الإشاة اللي الولد قدر يشتغل عليهم هول بدأ تكون الإشاة الإيجابية أو إذا ولدنا تعرض لمشكلة معينة ووجهها نرجع نذكره بتتذكر قديش كنت قوي وقديكن عندك الحكمة كيف تصرفت آخر مرة نفس الشي قدرت تتصرف هيدا المرة بهذه الطريقة تذكرها حتى براسك لما يجي الشخص الثاني تذكر الإشاة الإيجابية تذكر أنت قبل كيف تصرف تذكرها نشاف ريئي بعتذر إن شاء الله ما كون تواشتكن بس لأنه هيك لنقطع كل الأفكار قبل ما يخلص في شي مهضوم فيها نعمله هو مثل نعمله بيننا وبين الولاد أو بين الأسادزة أو التلميذ ينعمل أو بين التلميذ والتلميذ أنا الموقع قدناه ريب تزخور بوعد إنه ما رح إزعج الثاني ولا بيحكي ولا بتصرفاتي لأن أنا أو قول أنا وقع إذا شفت الشخص الثاني عم بيتعرض لتنمر أنا رحكون هون لدفع عنه ما أتركه وحده فيها نخترا كل إشي هلأ اللي عم يحضروا معنا يلي بيهموا يوصلوا إيميل نموذج عنها مش أنا مخترعتهم صراحة شفتهم أونلاين بس أنا اطلعت عليهم لأشوف أنه موثوق فيهم اللي مكتوبين فشفت فيديويات شفت كونت رأيات مثل هول يناعملوا بين الأهل وبين الولاد وشفت شي معقول يناعمل بالصف بين التلميذ وبين المعلمة لأن نخبر عن شو يعني تنمر وكيف يكون عم ندافع عن حالنا وكذا سيناريو فاللي بيهموا يوصلوا يكتب لي بليز ناع على الشات أو ياس أو وي لابتكن يلا أعرف إنه بهمكم نكون عم نبعث لابتكن شي باي يمي لنشوف نموي ياس أوكي هيك بقدر أعرف إذا خفيتوا أو عم بتتابعوني كمان أوكي لكن مايا إذا أنا نسيت تذكريني أوكي الشغلة الرابعة التي نكون عم نعملها هي إنه نبني لابننا ثقة بنفسه هيدا الثقة ما خلصة دايركت بالتنمر هي مسيرة بس بتساعده لما حدا عم يتنمر عليه بيكون قلدي بين هيدا الثقة فدايما نقلو الأشياء الحلوة اللي في متل ما سبقوا وحكينا وإذا إجا قلنا إنه حدا تنمر علي وهو مبسوط وإنا تصرف هيك وعملت هيك نقل له برافو برافو على شغلتين نقل برافو أول شي نخبرنا مرسي مامي أنت خبرتني مرسي إنك مخبيت علي مرسي إنك بتوسق في إنه أنا ما رعيت عليك كل شي بتحكي أنت مهم من أصغر الأشياء أنا فخورة فيك وننتبه بتصرفيتهم لأن عادة التأهل منحكي مع الولد منعطيه ملاحظة لما يعمل شي غلط فإذا شفته ما بعرف عم يضرب أخته وقف تضرب أختك أنا كمرة قلت لك ما تضرب أختك بس ما بعطيه هيدا الملاحظة لما شوفه قاعد رايق ما عم يضرب أخته فمهم كمان تكون عم بضوع هيدا إختك كبران لك إختك مرتاحة صارغة عم تحب تقعد معك أكتر صارغة عم تحب تحكيك أكتر فكمان دوع على الأشياء الإيجابية اللي بيعملها مش بس ركز انزل فيها على الأشياء السلبية اللي بيعملها دايما شجعوا على الهويات تفوتوا على الهويات لأن كمان كيف بدي بيين له سأته بحاله بدي شوف وين الوزنات طبعه هو بشو بارع بدي نمي له هالموهبة لا يقدر يبرع فيها أكتر يصير عنده سعب حاله أكتر ويبني رفقه من هيدا المحيط فمهم فوتوا على هول هوايات وهيدا نقطة كتير مهمة لأنه كأهل بيصير بدنا كل أحلامنا وكل هواياتنا يلي ما عملنا هون نفوت الولد عليهم أنا كنت عبالي هيك ما قدرت أعمل هيك خليه وابني يععمل هيك بيفوت هالولد بركي هو ما بيحب هالشغلة ومنو بيرع فيها بيرجع عم بيبكي كل مرة بس أنا مصرة وبدو أجبره وبصير بقاصصه ما بعملك عيد ميلاد إذا ما بتنجح بالكموسيرفاتور يعني شي كتير ما نشوفه من المجتمعنا وشي كتير مأذن أنا بدي شوف ابني شو بيحب بنتي شو بتحب وهن شو عبروا ينموا وهن شو رغبات قلبهم إذا هيدا الشي ما بيقزيهم بالعكس عبينميهم لو أنا شي ما بحبوا بس عهول إشه البدي فوتهم لأن هونيك رح يلاقوا حالهم هونيك رح يكونوا عم بيقدروا ينموا حالهم الخامسة والأخيرة اللي أقدر كون عم بساعد في حال التنمر هو إنه اتواصل مع الأهالة الشخص اللي عم بيتنمر بس بدي انتبه لما أنا بدي اتواصل بدي أكون عم بروح بطريقة مش عدوينية بدي تكون بطريقة سلسة لأنه بدي فكر إنه أنا وهالأهالة تبع الشخص الثاني اتناين نضد المشكل مش نحنا ضد بعض ففي يكون بمجرور مدام مع كريتا صراحة أنا بنتي اسمها سالي لجمعك اليوم عم تجي تبكي من المدرسة لأنه سارة بنتا لنقول سارة عم تقلها كلمات بشعة ما بارت إذا سارة خبرتك عن الموضوع بس كيف ينا نكون عم نساعدهم مش حلو بهالعمر يكونوا عم يتصرفوا مع بعض هيك يعني بطريقة فرج الشخص تنين أنا ما عم بدق لأتهمك أنا ما عم بدق من كبرية أنا ما عم بدق لأن معي حق وكيف تسمح لبنتك تعمل هيك ببنتي لا بدي اترك الأعلى الأعلى طبعا يا عزان بدي احكي بطريقة ناضجة أنا كيف تكون عم حل هالمشكلة بارك الأمية ما معها خبر تقدر هي وبنتها يقعدوا ويحلوا الموضوع سواء يلا قريبنا نخلص بروع علي معجي لنحكي شوي عن التنمل الالكترول أو ستايبر بولينج لأنه هلأ مع الترول على شو ولدنا عم يفوت شو ولد ساعة تيكتوك ساعة انستا يعني دع رأسنا خصوص اللي ما انه كتير شاطر سوشال ميدا مثلي كيرسة فالليز الموك بي 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 ولد نعم بي تسلوك لاب بالبيت أو تابلت محر كل يكون مع أكثر ما في ما يكون حكم الدكتوري فينا التنمر على الانلاين كتير زايد في ناس عم تنتحر من نورا الموضوع تطعو نحط قوانين كعاية شو بي نسبنا وسوا ما نحط القوانين لما يحس الولد أنه أنا جيته من فوق نكتبه من زين الورقة من أعلق الورقة فبي هؤل قوانين فيها تكون أنا قدائلة حق قعد أونلاين كم ساعة بنهار فيها تكون ما بعرف أنه أنا بيحق لي ما تحط باسوارد أن بيحق لي فو تشوف مين عم تحكي نحن نفتح أكاون إنستجرام أكاون فيسبوك بارك بغير اسم بس نقدر شوان نفوت نشوف أولادنا مع مين عم بتواصل وشوان عم بنزل بوستات بارك عم بنزل بوستات صور ما لازم تتنزل لنقدر نكون نحن عم نشوف هذا الشي من بعيد نحكي ما يكون في تابو نحكي عن الموضوع إنه بتعرفوا أيام منعمل رفقة أون بيتلبوا يشوفونا برا هذا شي غلط يعني ما نقول أنا ما بدي أحكي عن أولاد لما أعط سيون أفكار في هيك أهلي بفكروا لا رح يكون عندهم أفكار يا عن الانترنت يا عن رفقاتهم يا عن التيفي فأنا أولى معقولة تتعرف على واحد خصوص عمر المراهقة تتعرف على واحد تتعرف على وحد على الانترنت يجع يجع بلكم تشوفوا بعض ما في مشكلة مامي نحنا منحب تتعرف عنه أنا بدنا نفرج هيدا الصورة نحنا منحب تتعرف عنه بس ولينا روحوا على محل بيبليك أول مرة بروح معكم بقعد محل بعيد بعمل حالة ما بعرفيك في كتير أيام بيصير في خطف في كتير أيام يعني هو الموضوع مهم أنه يكون عم نحكي عنه بس كمان ما نحكي بطريقة فوقية نكون عم نبني هالثقة بيننا وبين نقلهم أنه ما يردوا على ولا تهديد بيصير ما يردوا عليهم بس اللي فيها نعمل أنه نحنا نترك ناخد نترك كل شي عم بيصير لإذا شي نهار طرينا نستعملهم ضد الشخص نقدر نكون عم نستعملهم وإذا إجا أولادنا خبرونا أنه عم بيصير شي معهم من هالنوع تنمر السايبر بوليينج ما نبرم أنه حق عليهم ما أنا عارف هيك رح يصير قشطوا سليولار وقشطوا التابلت لأن ما بيعودوا يستقفين ما بيعودوا يخبرونا شي بدأت تشكرون أنه هن عم بيخبرون ونشوف أنا وياهم كيف يحل هيدا القصة بعرف إذا بعد نسيت نقطة ما حكيت بالدور بفتكر الشغلة كمان كتير مهمة كيف عارف أنا إذا ابني أو بنت عم يتنمر على الآخرين بنت إذا دايما في شكوة بالمدرسة إنه هن عم يضربوا غيرهم أو إنه دايما عم يؤذوا غيرهم بالحكة إذا دايما بيحطوا حق على الآخرين ولا مرة هن بيكون عندهم إنه لا حق علي أنا كيف بدأ واجه مشكلتي إذا بوطت الرفقة منشوف بالأجواء في بولينج على بعض وكأنه هذا شي عاد إذا دايما منشوفه جاية معه مصاري ما بنعرف من وين معه إشيا جديدة ما بنعرف من وين كتير مهم نسأل هل قد بالوعي بدو يكون على الدق التفاصيل أنا مش ريت لك هيدا التروس من وين جايبة هالتروس لا جايبة لأنشوف برك إخذها من حدا وهذا شي تكرار عم بيصير مع هذا الحدا يعني من انتبع هول إشيا وإذا دائما بيستعمل العنف بطريقة إيجابية يعني بيضحكوا أنه يضرب غيره بيضحكوا أنه يتمسخر على غيره هون بيضحط علامة استفهام وعرف أنه في خطر على أبني وعلى المحيط وعلى أبني كمان فشو بدي أعمل بها الحالة بدي أقعد فسر له شو يعني بولينج برك ما بيعرف بدي أفسر له وقلنا كيف يمكن أن نفسر له عن طريق الفيديويات واللعب مش ضروري عن طريقة محاضرة بدي يكون في ما بحب سميها ما بحب سميها عواقب بس ما عرفت كيف بدي ترجم ال انه بدي يكون في نتيجة لأعماله ما فيها تقطع مرور الكرام نحن بعائلتنا بتقافة عائلتنا التنمر ممنوع بدنا نكون صارمين عليها وقلنا نحن ما فينا نقول شي إذا نحن ما عم نطبق فبدنا نكون نطبق هيد السقافة بالبات ونفسر للولد التنمر شو بيخلي الآخر يحس بدنا نميله شعور التعاطف مع الآخر وهيدا كمان فينا نشوفه عن في كتير فيديويات تحكوا عن الموضوع رح أبعث لكم عبره عن الغضب والمشاعر تبعه لأنه بيانت الدراسات الشخص اللي بيتنمر يا بيكون حدا متنمر عليه يا بيكون قاطع بمرحلة صعبة بحياته انفصال بين الأهالي وفاة شي تروماتيك إفنت صاير معه مكبل هيدا المشاعر جوا ما بدنا عبر عنه بالنهاية كلنا بدنا نعبر عن الاسترس بطريقة فيا مناخد الطريقة الإيجابية منروع عند أخصائم نعم والسفار منصلي كل واحد عنده طرقه بطريقة دورنا والدور الآخر ففي نسب يستجقوا للبولينج هيك بيحسوا حالهم هن ان كنترول ما كان عندهم كنترول على انفصال أهلهم ما كان عندهم كنترول على وفاة هالحد بالتنمر قدرين يكون عندهم كنترول على الآخرين فكأنهم عم يعملون كنفصال عم يعودوا هالشي فنحكي نفس للولد كيف يعرف عبر عن هالمشاعر اللي مكابلته بطريقة صحية ودايما نذكروا انه هيدا قرار انت عندك قرار انك تغير وإذا انت ما بدك تتنمر انت قدر توقف هو قرار ودايما كمينا لما نشوف انه صاروا أحسن سلوكيوتن صارت أحسن برافو انه سلوكيوتن تغيرت برافو سلوكيوتن صارت إيجابية وإذا وصلنا لحيث مسدود دايما نطلب مساعدة نحط الكبرية عجنا ننسى انه أنا ابني ما بيعمل هيك مربيط وطربية منيحة ايام انا ما خصني بكيف عم يتصرف ومعقول يكون عم يتصرف بطريقة كتير بشعة اخذوا عن الأخصائي لأن الأخصائي يكون عم يساعدنا نشوف كيف فينا نحل هالموضوع لأنه عم جات خطير لإله وللآخرين اللي حوالي رايحتكن من صوت وعدتكن ما رح تول رح يكون في وقت لل أسئلة أو للتعليق أو إذا حدا بيحب يشيركنا خبرات كلنا بنقدر نفيد بعض رسي رسي نفتح المايكروفون رح تبس هنكون عم نبلش مع ماريا ألان تفضلي بوصور ريتا واشي عطيك العافية كنتوني كتير حلو بس عندي مشكلة أنا عم بتصير معي في كتير مثلا عم بتشغل مع أهالي أو شي عم بيقولوا أنه الأولاد كتير عم يتنمروا عليهم بالمدرسة بس لأنه هلأ الوضع الإيكونوميك عم ينحطه بالولاد بمدارس رسمية واني كتير ما فيه سوربيانس حتى عوية التنمر بيجي إهمال كمان من قبل الأساتس يعني على التلميذ بهذا الوضع بهذا الوضع أنا كيف فيه كون عم بإلا للأم شو بدأ تعمل مع ابناء اللي هو أصلا ما فيها تعمل شي يعني ما فيها تغير له المدرسة لأن الوضع الاقتصادي كتير تعبين وبزيت الوقت أنه هاي هو الوضع الموجود وما فيه أصلا معلمات عم بيرائبوا الوضع تا يقدروا يساعدوا الولد سوري يمكن السؤال شي طويل بس عن جد كتير مشكلة عم مجهل فترة يعني بوصل لمحال وإذا الولاد عم ينضربوا لأهالي ما فيه يقولوله ما تضربوا لأنه رح يكل قتلي وما فيه حدا يشكيهم مشكلة مشكلة كتير كبيرة ماري إيلان سؤالك كتير مهم وصعب ما بعرف إذا حقدر جاوبك عن جد لأنه نحنا ما منقدر نغير محيط الولاد بس ما منقدر نعمل أكتر شي أنه نغير الولاد وهيد مسيرة هيا ما بتخلص بمرة واثنين مسيرة بدأ اشتغال نحفز نحصن مثل ما حكينا نعمل نحنا وياهم أدوار نقدر إذا هنه هو بدو يتعامل معك هيك كيف تكون عم بتدفع عن حالك يعني أنا قدمة فيك أهل بدي كون عم بعمل هوت تقنيات اللي حكينا معهم عنهم تكرارا مع ابن لنقدر نوصل معه لأحلوب اخصوص إذا كمان التنمر معقول التنمر يصير من قبل الأساذة على السلميز وهي الكرث الأكبر وهيدا اللي بتحطم بالنفسية أكتر لأنه الأستاذة المفروض يكون هو ركيزة الأمان للولد هو اللي عم بيتنمر عليه فصعب للأسف لكي ما بنقدر إنه نكون عم ندير كل شي بس نحنا من مجتمع بيتنا ونحنا كيف رائدنا نبلش منهم شكرا رائدنا لأنه هذا هو جاوبي لأنه الأكتر شي ما أقول يكون خذاب يعني ولي رائدنا شكرا لكي لعطيك العقلي شكرا شكرا دائم هم ريت أنه نكون نحنا كأهل كأسايد كأشخاص نشتغل مع الأولاد والمراهقين نظل حتين نحنا بفكرنا أنه التركيز ما يكون بس على الدرس وأنه يتحسنوا يجيبوا علامات منيحة بينما نكون عم نركز كمان بإيكول أنه نقويل شخصيتهم لأنه إذا ما صار معهم تنمر السنة يمكن يصير سنتجان يمكن يصير طوما حيال كونتكست هني موجودين فيه فحبت فكرة اللي حكيت عنها ردة الفعل يعني عطول عند الأهل الفكرة أنه يي كيف خليت الرياكسيونيات السريعة اللي بتصير بينما بالعاكس لازم نكون ريئين لازم نسمع لازم نوصل الفكرة بطريقة ريئة هذه بتاخد من الأسادزة ومن الأهل بس نعرف يعني أنه رح توصلنا ل good final result مية بالمية مايا وبعد بزيد شغل طالما فتحنا سيرة المدارس والأسادزة قدي مهم بثقافة المدرسة يكون هالموضوع مش بس من حكا مثل ما قلنا في المقال واللا مقال لا مقال طبع المدرسة يكون مبين على الحيطان في signs عكبير لأنه هلق شفت في رهبات بينتنا بارك ما بعرف إذا في مسؤولين مدارس signs لا للبولينج لا للتنمر على الحيطان هلو أثر لا وعلى الميز لأنه صور عكبير عند الموضوع لأنه يمكن الواعي في مع الموضوع مثل ما قلت معي يعني أعطي sessions لبف عن التنمر في يعني أعطي sessions لتليميز كيف الواحد يوسق بحاله أكتر كيف واحد يعرف إيمة حاله أكتر لأنه كلهم نكون عم نحسن أولادنا يعني مش بس عن التنمر شكرا شكرا سنأخذ سؤال من جان وبعد لم جان تفضلي ما نسمعك نحن بس ريتا وبالآخر صار إغازة يعني واحد الثاني بس بطريقة الاستيضاح معهم إنه كيف صارت وشو صار تبين لأنه بياتهم تنينتهم أهلين لون اللي بيأزيك تأزي اللي بيضربك بتضربو إنه نحن عم نشتغل حتى نحارب التنمر والبولينج وهالقصص بس بالبيوت الأهل في بعض الأهل يعني للأسف ما عم بيساعدونا إنه نطلع برزولتات مثل ما أليز هوا أنا سوريا مبحوحة ما أخدت فيهم إجراء قبل ما أحكي مع أهلهم لأنه الحق على الأهل هون إنه إذا حدا ضربك إذا حدا إذاك تضربوا كف خلعوا كف اللي صب أكيد أنا حكيت مع الأهل قلت لهم بليز إنه نحن عم نشتغل عشي بالمدرسة وإنتوا عم فهمون على 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 أسليب قديمة بالية بتأزي بدنا نكون مشين على نفس الأهل حتى نقدر ناخد إجراء حتى أعرف كيف صارت القصة وأنا هني بيعرف دائما يلي بيدربوا ويلي بيدربوا إذا إزيم بعض اتنين بتحيسبوا وإذا لا فينا نسامح وأنا بمشي مع هم بالمدرسة كمان نصوم لدي سيبل دو جيزو دغرب لهم إنه يسوع شو بيعمل شو بي إلنا يسوع بس إنه هون في عندي يعني بوان دانتيروغاسيون إنه عم بأهل الأهل بعض الأهل عم بيزعولنا شغلنا بالمدرسة ما بعرف إذا معي حق أو ما معي حق مرسي جان ملتي كتير على المشاركة ومعك حق مية بالمية لأن شو النفع هلأ ما في شي بيروح دعان بس كمان إبي لشو النفع إذا أنا عم بيشتغل مع هالولد والولد عم بيرجي على نفس المشاكل وإننا نحن بيمتص للإشة من أهله لأن هن أهله هن العمود الركيز قبل الأسادزة هن السكوريتاء قبل الأسادزة فأهمية إنه نكون عم نحكي الأهل لنقدر نرجع نكمل الشغل كتير مهم وإجي تفكير عراسي هلأ أنت وعم تحكي كتير مهم ما يكونوا اتنين عم بيتخانقوا مع بعض نحن نقدر يكونوا عنا الروح للحكمة والتمييز يعني إذا هيدا اتنين عم بيغيزوا بعض أو هن بالمزح ونقلبت على مشكل إذا ما منه تنمر هون بنحكي إنه نحنا دي سيبل دجازي مثل ما قلت مية بالمية إلي إنت وين معك حق إنت وين غلطان لتجرب اتنيناتنا نلاقي حال وسط بس إذا هي حالة تنمر أنا ما بيجي بإله للشخص اللي عم بيتلقى التنمر يعتذر من الشخص التاني هون بدي انتباه لأنه هو بس حبي توضح الفكرة لأنه هو الشخص اللي ضعيف أنا بدي يكون الكووسيكانس عيالي عم بيتنمر هيدا اللي عم تعمله مش مقبول أنا بدي أعطي القوة للشخص اللي عم بيتلقى التنمر إجزاكتما مرسي بخو جانا مرسي إليك لامار موسوار 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 لجميع كيفك ريتا بعقل كتير حلو لحكي للمتوش لأنه الكل هيحكي عن أولاد وأنا رح أخبركم أنا عمري 43 مش تفكروني ولد وأخبركم عن شي أنا قطعت في أنا صغيرة وهي عم في حكي ريتا هلأ صرت تبلش قبرم الإش براسة أنا تعرضت للتنمر من معلمة بالمدرسة وما كنت بحيال لمدرسة كنت في مدرسة مهمة بالبلد تعرضت من لمعلمة لأنه معرفة شغلة عم تفسر لنا إياها وخليت الولاد بوقتا يتنمروا علي كلهم وما يلعبوا بقى معي وهيدا الشي عم نكسر فيه شغلة أنا بعينيها لسنين بحياتي بلاشت عم بكتشف للإشياء مكتشفة قبل بس أنه هلأ أكتر عم شوف أنه أوقات كيف تفق دي سيقاتيك بحالي كتير إشياء معنه أنا كنت ولاد شاطر بنعاد بس صار فيه رفضه وبقيت عيشت معي يعني فأنا خبرت بوقتها أمي مش أنه ما خبرتها خبرتها شو صار المام وقتها كانت رديت فعل أنه طلعت على المدرسة كانت بعتقد أنه غلط لأنه أنا عندي ولد ومرت صار معه هيك وطلعت برديت فعل ثاني ونشكر الله يعني كنت كتواعي لهالإشياء صور مام طلعت مع المعلمة من تحت وهذا الشي غلط أوكي ما كان لسي جاء من تحت فرجعنا أكلنا تنمر ثاني وعنى أشخبرت أمي بعدين بشي غلط ما أمش تخبرها وعيش هذا الشي معي أنه أنا دايما بحس حالي أنا فاشلة وأنا من شاطرة وأنا ما بقدر وأنا ما بيلعبوا معي لأنه أنا من هيك بقيت هيا عيشت معي كثير فترة هلا أنا بشكر يسوع لأنه فترة من حياتي يسوع فترة حياتي وغيرني وشفاني من هول كلهم يعني مشكل رابع هالشي بس هيدا الاختبار لحباتك أخبركم إيه أنه أوقات أشخاص كبار وهن مسؤولين يتنمروا بيزرعوا شي كتير بشا بالولاد وهذا شي أنا شخصيا صار معي صراح وبقيت أكره لغة العربة كل حياتي وما بحبها له هلأ صراح بس باش لامار شكرا لدي شجاعة أنه الواحد يحكي قدام الكل عنجة تانك على الخبرة يعني اللي بيعرف لامار والشغل الحلو اللي بتعمله مع ولد يعني بيفهم بركة من هالجرح طلعت عم بطلع هالأد إشي تانك تانك مرسي لامار عن مشارك هلأ تحت الهو بتخبرينا اسم المدرسة وعرفنا أنه معينة العربية وخلص أحساب بعدين مادام ماياد تفضلي مانسوار وشكرا كير مادام ريتا على هالمحاضرة الحلوة عملت استنارة فكرية وزهنية فينا بس ما بعرف عنوان المحاضرة أنا وقت قريت التنمر أسبابه وطرق علاجه هون التنمر ما بعرف أخذتول لمنحة الولاد وكيف من ربي الولاد وهذا ما بقينا في حالنا نحن الكبار طيب نحن قياما عم تعرض لمواقف تنمر بسبب مصلحة عامة يعني اتنين عم بيتفقوا مصلحة مصلحة وحدة اتنين عم بيتفقوا مع بعضهم بعملوا الشلة ما بعرف إذا سموا وبتنمر على واحدة لا يطيلعو لبرة بهدف بيتهيالي إنه التنمر ما عند الولاد الولاد وقت عم بتنمر ما بعرف حاله عم بتنمر ولا عنده مصلحة مسبقة إنه هذا أنا دق طيلعه لي سبب معين يعني ما عنده هداية الفكر بسبب التنمر يمكن عم بتنمر بشكل لأن هو هيك الكاريزما تبعه أو هيك شخصيته أو هيك ردود أفعاله بس بالنسبة للكبار وقت عب يعرف إنه هنين عب يتنمر عب يتنمر لمصلحة معينة عب يتنمر لهدف معين كيف واحد بقدر يعالج هالشي ويكون هو واقف بوجه التنمر أو يواقف بوجه إحباب مؤامرات أو يعني يقدر يوقف عند حد بهال شكل ما بعرف أنا هذا كان سؤالي بقى ما بعرف ممكن ستري تجاوبنا عليه كثير عالسؤال مظبوط والتنمر بيصير مثل ما بيصير مع الصغار بيصير مع الكبار والكبار أصعب لأن الكبار مثل ما قلت عن سبق وتصميم وعن هالقد واعي بس كمان ما بدنا ننسى أن بكل حدا كبير في ولد صغير يعني أيام كمان بشو قاطع هالشخص لوصل لهون أكيد أنا ما عم برر هالسلوكيات اللي هي كتير خطرة بس كمان ما بدنا ننسى هذا الشي ودايما بارك لازم نعمل سي او بي عن التنمر للكبار ما عشين هار ودايما مثل الصغار كيف أنا بدي فرج للشخص التاني أنه هذا التصرف اللي عم تعمله منه مقبول لأنه عم بيجرحني وفرج أنه مقبول بلغة الجسد وبيصوتي وأنا شو احتياجاتي وأنا شو متطلباتي لأنه قدر يكون موجودة بهذه الشلة نسميتها من نسميها نحنا كليك وإذا لا أنا بدي أسهل حالي لأنه لا إبنان يكون بعد نهون ولا بعد ما انسحبت يعني أنا إذا ما قدر أغير يبدو بيبلغش التغيير من حاله وأيام أيام أثبت حل هو إنه انسحب لأنه أيام لو أعز الأشخاص إلي ومع بيتغير شي يعني رح تطلع بصحت مثل ما منقول أنا أعرف إذا قدرت جاوبك باختصار نعم نعم ريت الأمور اللي ذكرت يعني كيف نحنا نقدر نقوم أول أول بمحل نحنا نكون عم مستخدمون يعني أنا نكون عم بيستخدم هالجمل الأصير يعني أنا زعجتني بهذا الموضوع ما بقى تستخدم هالكلام أو هيدا التصرف عم بيزاجني يعني يمكن كمان نحنا كبالغين فينا نكون عم كيف الطريقة اللي عم نعلم فيها الأولاد نكون نحنا كمان عم نستخدم مرسي مدام مياد على مشاركتك وموضوع التنمر عند البالغين شوي أكبر وأوسع نحنا حبينا بس نوصل عند الولاد والمراهقين لأنه هلأ بالوقت الحالي عم بنسمع كتير عن الموضوع بالمدارس وعم بيصير في كتير مشاكل خصوصة عم بالمراهقين اللي أصلا مفاولين ومليانين مشاكل ومن بعد كوفيد نقوله مايا بس لديت شغلة الكتير مهم كمان أنه دايما ما نخضع ما يكون في خدوع بولا من العلاقات إن كنا صغار إن كنا مراهقين إن كنا كبار ومش نخضع تحت غطاء نحنا مسيحية يسوع طالب مني قبر مخدة هيدا اللي كنت عم وصل لما أبعث إذا قدرت وصل الفكرة قبل أنا بدي واضحة طبعا لحنا نخد سؤال من رانا موسوار 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 يعطيكم العافية وادشي ومارسي كتير عن جد محاضرة حلوة كتير أنا بس بدي علق عموضوع قلته أنه الأهل بيشجع أوقات أنه ضربه أنا مع ابني صاير كذا شغلي بالمدرسة خصوص عن فترة الكورونا خلق في حدا بالصف عنده عنده شوية مشاكل وأهله مطلقين تركين بعض فالمعلمات كلهم بيحاولوا يبعدوا كل شي بيزعلوا لهي الصبو يعني يعملونه مثل ما كمامة ويشبق عابني أو مثلا يلبط له شانته أو هالقصص وكان ابني بس يروح يقول للمعلمة أنه هيك عمل ما تتعطى معه بعد عنه ما تتعطى معه خلق مرة مرة ما كان عم بيحكي ابني وصرت حس عليه أنه بالله يوع عم يبكي يعني مثل يحلم شي أو هيك يبكي وبس شي يومين ثلاثة بالآخر أنه هيك فتح الموضوع ما بعرف كيف يعني مع أنه عطول كنت أسأله فبيقوم بيخبرني فبيقوم بترك لهم بحكي هنيك المسؤولة ما كانت عم ترد بعدين بعدت لها باتس أب أنه بويس أنه بليز هيك هيك بدو يسير عين جي الموضوع وإلا أنا رح روح أطلب أنه أشوف أمه للصبي وأحكي معه لأنه ماني مضطرة أنه ابني من وراء يعني يصير عنده مشكلة من وراء أنه بدنا ننتبه لهي الشخص أنه مانا مضبوطة فنهارتها حكيت جيبت ابني لقطت ابني مع هيداك الولد اعتذر منه وقلتهم ما بقى تتصرفوا مع بعض هايك وبهالطريقة فإجا نهارتها جوج غير الشخص إجا مبسوط المدام عملت هيك عملت هيك أنه كان عطول سكته بعدين لأ عملت شي أنه حس في حدا معه إجا قال لي مرسي أنه هيك حسيت أنه في قصص صغيرة أنه الأهل إذا ما انتبه لون عن جد كتير بأسروا على الولد وطعت بفترة كمان يعني أنه هيك لأنه عطول أنه خلص ما تلعب معهم ما تتعاطى معهم أنه هاي القصص بالآخر قلت له بتروح بتقل المامي قلت لي إذا ما رح تعالج الموضوع بدي أضربه قال لي هيك بإله قلت له إي قلها هي لأنه يعني يعني يا أما بتسمعك هي يا أما أنت بك دافع عن حالك ففي كتير أوقات سوربيان قلت له ضربه هاي بسوري ومارسي ألقوان رانا مارسي بكو والحلو كتير تدرج الخبرية كيف صارت يعني بلشت أنه بالتواصل مع الولد رجعنا طلعنا لعند المعلمة إذا ما مش الحال مع المعلمة بيزي يعطيني رأي من الأهل اللي أنا بدي أحكيهم فهيدا شي كتير حلو وقدي حلو لما أولادنا يشوفوا أن الأهل تدخلوا وهيدا شي بيعطيهم ثقة أنه أنا في حدا دعمني في حدا شو بيقولوا وراي حدا وراي وقارش بالعامية بيقولوا هذا شي كتير مهم وهذا شي بيخليهم لأولادنا يحكونا زياد لما يحسوا أننا نحن حدهم تانكيو كتير رانا مرسي رح ناخد بعض سؤال إذا حدا عنده أي مشاركة أو تعليق أو سؤال في ماري ألم ذكرت على الشات إذا إذا فينا نكون عم نذكر أسباب اللي بيصير عنده تنمر صح لأنا مبين عندي الشات كتير طويل آه ريزن بولينج عقول نقدر نعرف شو الأسباب اللي بتخلى الولد يعمل بولينج أكيد كا بركا مش يعني إذا الولد عم بيعمل بولينج يعني بس مثل ما إذا كن قاطع بيترومه معين كتير مكبلته موت حبا انفصال ما عارف يعبر عن هالسترس بطريقة صحية معقول يكون عم بعبر عنهم بهذه الطريقة معقول يكون عايز بمحل ما مفكر إنه إذا عم يتصرف بهذه الطريقة هو صار الـ صارت الأنظار عليه عم بيقدر يجيب رفقة عم بيقدر تكون هو الحد القوي معقول يكون هو متعرض من شخص آخر وعم بيرجع يعمل نفس الشي وكأن عم بيحمي حاله إذا أنا بتنمر على الآخرين وكأن التنمر علي رح يخف معقول يكون هاي ثقافة البيت التنمر شي عادي عنده وصارت من ثقافة شخصيته يعني ما في شي كريتير واضح وصريح يتكون شامل كل شي ولمار ذكرت أنه عم بيسمع الأهل عم بيتنمر على غير هون فهو متل ما شايف قدامه عم بيعمل رح ناخد آخر سؤال من إليان فضلي أنا أول مرة بيحضر معكم بكتير بكتير على هالشام أنا بس بدي أسأل سؤال فقط لأن قلت ريت فقلت بدي كتب عسين مع الفيديو وال وال بس على وين بدون نبعد أنت هاتين تكن ما سمعت ريت أتسجلت محتوط الإيميلات مضبوط أنا ما أتسجلت أنا فتت على اللينك يعني يعني حدا نبعد لأن أنا ما عندي إيقر آه دكر فإذا فيك مايا من نبعد ل اللينك بتفوت إيميل أو كيف بدي كتير أه أو هلا هلأ تبعت لنا إيقر أه بديك ببعت عب شاة أنا ما عمدي المشكل بس هك لعرف وان دليون لأن بهمنا الموضوع هلا إذا بتعب الرابط بتكوني بتساعدين بشغلة إن المحاضرة التانية بتصلك دغري إليك ما بتنتر حدا يبعت لك إياها بك نعمل أنتك بس وين الرابط يلا لحط لكين الويب سايت على التشات هكي فيك تفوت تعملي sign up وهني كمان أنا ما ذكرت بالأول بس نحنا كل المحاضرات اللي طب نشتب أوكي في حدا عنده بعد أي سؤال أو استفتار أو حابب يكون عم يشاركنا بشي قبل ما نختم لقاءنا اليوم بدي بدي بإشكر لكم بس بلك مرسي كتير نحنا كتير اشتقنان نحنا كمان مرسي كتير كمان لكل الأشخاص اللي كتابونا على الشات سير ماريا إلي تانك كتير بعرف مهمتكم صعب بالمدارس بس موضوع كتير حلو كتير حلو تانك 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 يلا أنا سانية رح أكتب بس الweb site وهنا ريت تأذب تهدي نحنا رح يصنى الفيديو على الإيميليات مهي أنا شو نشف أنا عبد يلكم مرسي بكو على المحاضرة الحلوة اليوم عن البوليينج تانك كتير صعب صليب اليوم هو صوت عمدة ساعة ونص فمارسي لحضوركن ومارسي لوقتكن وهذا الweb site صار على التشات لكل الأشخاص اللي حابين يرجعوا يحضروا كل اللي مسجلين قبل أو يلي ما قدر يكون عم يتسجل ووصلوا لزوم لينك نقدر نبعث لكم كمان الفيديو وال الريسورس اللي كانت عم تذكرون ريتا نجع من للكون مارسي على وقتكن وعلى مشاركتكن وثانكي كتير لإلك ريتا يعني ريتا هي بتعرف انه هيدا الموضوع فادني لإلي أنا بالأول أنا ما عندي أولاد بس في موضوع تنمر صار عنها بالعائلة مع بنت أختي فهلا أنا رح يستفيد من هالموضوع ما رح إبعث ها تضرب لن أتمنى لك فثانكي كتير مالسي كتير ترجمة نانسي